بعد مرور نحو خمسة أيام على الفيضانات التي اجتاحت منطقة جنوب شرق إسبانيا لسيما مدينة بالنسيا والضواحيها ما تزال فرق الإغاثة تسعى للوصول إلى المواقع المتضررة وسط مشهد وصفه موفد ميديان تيفي محمد الريشي بأنه كارثي وأعلنت السلطات ارتفاع حصيلة القتلى إلى 213 قتيلا على الأقل وفيما يحاول السكان تنظيف الشوارع التي يكسوها الواحل شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على أن الأولوية هي العثور على الضحايا والمفقودين بخصوص هذا الموضوع معنا من بالنسيا موفد ميديان تيفي محمد الريشي محمد أهلا بك ما هي آخر المعطيات المتوفرة لديك بعد هذه الكارثة الطبيعية أهلا بك مريم أهلا بالمشاهدين الكرام إذن مواكبتنا وتغطيتنا المباشرة لأحداث الفيضانات التي شهدتها إسبانيا منذ الثلثة الماضي متواصلة من هنا من أحد أكثر المناطق تدررا شرق إسبانيا الحديث عن مقاطعة فالونسيا هذه المقاطعة التي تدررت بشكل كبير بفعل هذه الفيضانات القوية فيضانات ضمرت البنيات التحتية وضمرت مجموعة من المناطق هنا بالمقاطعة حصلت الموتى وكذلك في ارتفاع ساعة بعد ساعة من المتوقع في غضون الساعة المقبلة أن تتجاوز 215 حالة وفاة الحكومة الإسبانية بدورها تقوم بمجموعة من المجهودات من أجل فك العزلة وكذلك من أجل التدخلات الميدانية عبر عناصر الأمن الإسبانية والجيش الإسباني وكذلك فرق الضوارئ تم تدعيم الجيش الإسباني والعناصر الأمنية بألاف العناصر إضافية من أجل توزيعهم على مجموعة النقاط المتدرغة بفالونسيا تواصل عمليات الإغاثة ميدانيا من طرف عناصر الجيش من خلال فتح الضرق وكذلك من أجل الوصول إلى الأماكن الأكثر تضررا المشهد هنا في بفالونسيا هو مشهد مؤلم وهي عبارة عن كارثة طبيعية ضربت المنطقة ويمكننا الحديث عن مجموعة من المجهودات تتواصل ليلة نهار من أجل إغاثة المتضررين نتواجد حاليا بمقر القنصلية العامة للمملكة المغربية التي بدورها تقوم بمجهودات كبيرة من أجل مواكبة الجالية المغربية هنا في بفالونسيا وضيفي اليوم هو السيد سعيد البزيدي القنصل العام للمملكة المغربية هنا في بفالونسيا سيدي أهلا ومرحبا بك على مستوى هذه التغطية الخاصة لميديان تيفي لهذه الفيضانات القوية التي ضربت منطقة بفالونسيا أهلا وسهلين سيدي كيف هي المجهودات المتوخات والتي تختموها أنتم على مستوى القنصلية المغربية من أجل مواكبة الجالية المغربية المتضررة وهناك أرقام بطبيعة الحل بخصوص عدد المفقودين وعدد الموتى أرقام رسمية بداية منطقة فالونسيا تتوفر على حوالي 100 ألف فرض من الجالية المغربية المقيمة بالخارج هي منطقة تعرف واحد الحضور قوي من أفراد الجالية هنا في إسبانيا مجرد صدور خبر هذه الفجعة صباحة يوم الثلاثين من شهر أكتوبر مباشرة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي بتعليمات من سيد الوزير تخذت قرارات بخلق لجنة على مستوى وزارة الخارجية تتضمى جميع الفاعلين لكي يدخلوا في إطار تدبير الأزمة لمتابعة الوضعية وكذلك لمتابعة أثارها على أفراد الجالية المقيمين بالمنطقة هنا كذلك على مستوى القنصولية خلقت لجنة أو خلية لتدبير هذه الأزمة خلقت كذلك خلايا أخرى بالقنصوليات التي كذلك شملها هذا إعصار أنا على مستوى القنصولية خلقت هذه الخلية لمتابعة الأوضاع لربط الاتصال بأفراد الجالية المغربية لتواصل مع الفاعلين الجمعويين وكذلك البحث عن المختفين نعم بخصوص التواصل مع الجالية المغربية نعلم جيدا ونحن وقفنا ميدنيا على أن معظم الطرق فهي مقطوعة من أجل الولوج إلى هذه المناطق المناطق المنكوبة والأكثر تضررا يصعب الولوج إليها كيف تتم عملية التنصيق وعملية التواصل مع الجالية المغربية ونعلم أيضا حتى على مستوى شبكة الاتصالات فهي بها مجموعة من المشاكل فعلا التواصل مجموعة من المناطق إلى حد وقته لا زال صعبا خصوصا الولوج إليها عن طريق السيارات وجود راجلين ممكن ولكن عن طريق السيارات فهذا الأمر صعب وهذا الأمر يصعب كذلك ولوج المساعدات التي نحاول نمجها مساعدات فرضية المجتمع المدني الذي يقدمها نحاول نمجها لبعض المناطق المنكوبة ونتعاونه في هذا الإطار هذا وبالتالي فالولوج إلى هذه المناطق لا زال صعبا إلى حد اليوم كذلك شبكة الاتصال منقطعة وهذا شيء صعب الأمر على البحث عن بعض المفقودين الكهرباء كذلك ممنوعه وبالتالي مجموعة من الناس لقوا صعوبة بشحل هواتفهم كذلك الماء الصالح للشوف مجموعة من المناطق ما فيهج الماء الصالح للشوف إلى يومه وبالتالي هذا صعب شيء صعب شيء من الأمور صعب من جهودة البحث والإغاثة وكذلك لتقديم المساعدة هل هناك تنسيق يجمع القنصرية العامة للمملكة المغربية هنا في بلانسيا بالسلطات المحلية هنا بالمقاطعة هنا مباشرة بعد خبر الفاجئة توصلنا مباشرة مع السلطات المحلية أولا لربط الاتصال بها وللإبقاء على الاتصال متواصل معها لموافاتنا بكل جديد خص أفراد المغربة المقيمين بالمنطقة وبالتالي خصوصا فيما يخص اللائحات والضحايا التي عندنا عليها إلى حد الساعة هناك حوالي 213 ضحية على الأقل وهناك عشرات من المفقودين وبالتالي جنسيات وأسماء هذه الضحايا لحد الآن لم يعلن لها لا زالوا قيدة سرية والقنصرية في تواصل مع السلطات المحلية مجرد أن علمهم بأسمائهم وبجنسيتهم أنهم يتم إفادنا بالأمر سأؤكد هنا على أمر مهم بالنسبة للتوصيل للاتصال بالمناطق المنكوبة ونظرا لأن الطرقات لا زالت مغلقة فننصق بشكل مباشر مع الفائلين الجمعوين المتواجدين بالمناطق المنكوبة وهنا يفيدوننا بكل معلومة ومعطاء وكذلك نوجههم أحيانا لتقديم مساعدة في مكان ما أو لعائلت ما إلى ذلك وصلنا عن طريق الأرقام التي خصصناها منذ صباحة يوم الفاجعة خصصنا رقم أولي وبعد نظرا لكثفة الاتصالات التي توصلنا بها في الماساء خصصنا رقم ثاني رقم طوارئ ثاني من خلاله كنتوصل بجميع الاتصالات للبحث عن المفقودين وكذلك من خلاله كذلك الطلبات المساعدة القنصرية التي من طرور نقدمها كقنصرية عامة في منطقة نعم فكرة أخرى بخصوص اللائحة التي تم نشرها البريحة وهي تحمل أسماء بعض المفقودين أو الذين انقطع بهم الاتصال لماذا اختيار نشر هذه اللائحة وما الهدف من نشر الأسماء في ظل الظروف الرهنة هنا في مقاطعة فالنسيا وهنا أؤكد أن الحالة الجوية إلى حدود هذه الساعة فهي لازلت مضطربة وتدعيات إعصار ضنا فهي قائمة إلى حدود هذه الساعة فعلا صدورتك اللائحة هو دخل في إجراءات لك تقوم بها خلية الأزمة للبحث عن بعض المفقودين الأسماء التي صدرناها هناك كان فقد الاتصال بعائلتهم وكذلك بالأفراد المفقودين عنهم وبالتالي بقينا كان علينا أن نخذ قرارا إما أن نتلقى اتصالا ثانيا من أفراد العائلة اللي كان يبحثوا على ذلك الأفراد أو لا إذا كان أحد يعرف معلومة ما حول أولئك الأفراد وبالتالي كان إجراءة من ضمن الإجراءات التي تخذتها خلية الأزمة على مستوى هذه القنصلية بتنسيق مع خلية الأزمة للوزارة نعم إذن تتواصل المجهودات هنا على مستوى القنصلية العامة للمملكة المغربية بفالنسيا من أجل إنجاح عملية التواصل مع المفقودين جراء هذه الفيضانات القوية أؤكد أن المشهد هنا عبارة عن صورة لضمار شامل وكذلك هذا المشهد خلق خللا في السير العادي للحياة الخاصة بالمواطنين الإسبان وكذلك بالجالية المغربية المقيمة هنا بفالنسيا السيدة القنصلة العام هل من أرقام رسمية حول عدد المفقودين من الجالية المغربية وعدد الوفيات تتضارب الأنباء هنا وهناك حول أعباد مرتفعة للوفيات من الجالية المغربية هل من أرقام رسمية تخص الموضوع؟ إلى حد الآن الرقم الرسمي وإلى غاية الساعة الذي نتوفر عليه هناك حالتين وفاة فقط حالتين مؤكدتين هناك بعض الحالات لازلنا نبحث عن مزيد من المعطيات حولها وبالتالي الوفاة المؤكدة هناك حالتين فقط بالنسبة للحالات المبحوطة عنها التي لازلنا نبحث عنها في إطار خلية الأزمة هناك الذين لائحة كانت وصلت إلى حتى 54 فرضا ولكن فيما بعد البارحة بفضل المجهودات للسلطات التي رجعت شبكة التواصل مع مجموعة من المناطق ورجعت شبكة الكهرباء لمجموعة من المناطق نتكلم عن نسبة 90% نسبة تغطية الكهرباء بالمناطق المنكوبة استطعنا ربط الاتصال مجموعة من الأفراد واستطعنا كذلك ربط الاتصال بعائلتهم وإخبارهم بالأمر وبالتالي فاللائحة عرفت واحد من خفض كبير وصلنا إلى وقته إلى حوالي 26 فرضا لازلنا نبحث عنهم نعم شكرا لك سيد القنصل العام للمملكة المغربية هنا في فالونسيا نحن أيضا نأمل في أن تنخفض حالات أو احتمالات الوفيات بخصوص الجالية المغربية بشكل خاص وبخصوص المواطنين الإسبان بطبيعة الحال ونسجل أيضا أن هناك أشكال متنوعة من التضامن التي تجمع المجتمع المغربي والجالية المغربية المقيمة هنا في فالونسيا وكذلك المواطنين الإسبان في صورة تعكس مدى قوة العلاقة التي تربط الشعبين الشقيقين المملكة شعب المملكة المغربية وإسبانيا موفد ميديان تيفي محمد درشي إلى بالنسيا شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم والقنصل العام المغربي في بالنسيا سعيد الإدريسي البوزيتي